تماشي مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجدة كوفيد-19 والمخالطين لهم وعزلهم أعنات الوزارة عن إجراء 87.514 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1170 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدة من جنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع لرعاية الصحية اللازمة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 168.860 حالة كما أعنات الوزارة عن وفاة مصابين 2 وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجدة وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 572 حالة وأعنات الوزارة عن شفاء 714 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجدة كوفيد-19 وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يكون مجموع حالات شفاء 154.899